بعد اكتشافه حالتين من الماشية المصابة بمرض حم الوادي المتصدع في منطقة الكفرة وهو مرض فيروسي يصيب المواشي وينتقل إلى الإنسان قام المركز الوطني للصحة الحيوانية فوراً باتخاذ إجراءاته بإبلاغ المنظمات الدولية والأممية والإقليمية بالخصوص وإعلان منطقة الكفرة منطقة مصابة بالوباء كان هناك مشروع للمسح لثلاث أمراض يعتبر أمراض خطيرة العابرة للحدود كان نتائج المسح للأسف في منطقة الكفرة ظهور حالات إيجابية لمرض حم الوادي المتصدع وهو يعتبر الأمراض الواجب التبليغ عنها للمنظمات كذلك من الأمراض التي تهدد الصحة العامة بحكم منها من أمراض المشتركة لإنسان الحيوان البؤرة المرضية أو 2 بؤرة مرضية في مدى الكفرة نجيجة لدخول الحيوانات الأبقار والأغنام بطرق غير شرعية لمنطقة الكفرة بقربة بحكم هذه الحالة كان في مرض متشر في دولة السودان كذلك هذا مرض موجود في دولة مصر تقوم في عملية تحصيل الحيوانات جملة من الإجراءات الاحترازية يتابعها المركز بالتعاون مع المجالس البلدية والأجهزة الأمنية ومركز مكافحة الأمراض ومكاتب الإصحاح البيئي وغيرها بهدف احتواء المرض ومنع انتشاره بدعم من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو الإجراءات التي تمت داخل مدينة الكفرة اللي هو يمنع منع باتا دخول وخروج الحيوانات لمدينة الكفرة إلى حين السيطرة بإذن الله على هذا المرض وتعتبر منطقة الكفرة منطقة حجر بيطري بالإضافة إلى التعاون مع جهاز حماية البيئة لمكافحة الناقل اللي هو حشرة البعوض أيضا تم إقفال جميع الصرخانات الخاصة داخل مدينة الكفرة والاعتماد على الصرخانة طبعا العامة اللي هي تحت شراف مكتب الصحة الحيوانية تم نقل الحيوانات أو أغلاق الأسواق الموجودة في الكفرة إلى منطقة الحجر بيطري بعيدا عن وسط مدينة الكفرة حيث سجلت الإصابة بمنطقة الجوف مرض حم الوادي المتصدع أحد أخطر ثلاثة أمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان ولا مجال لمواجهته إلا بنشر الوعي بخطورته صحيا واقتصاديا والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب المواشي للبلاد بطرق غير قانونية لقناة ليبيا الأحرار أحلام لكماشي طرابلس ترجمة نانسي قنقر